اشتركوا في القناة يتساءل الكثير من الاشخاص عن نتائج التوجيهي الفان واثنان وعشر الاردن حيث ينتظر كل الطلاب في دولة الاردن ظهور النتائج خلال الفترة القادمة وقد اعلن الدكتور محمد كنان عن اقتراب موعد الاعلان عن نتائج التوجيهي وسوف يتم الاعلان عن النتائج يوم عشر من شهر اغسطس الفان واثنان وعشر بحد اقصى وكانت الامتحانات قد بدأت في يوم ثلاثون من شهر يونيو واستمرت الى يوم خمسة وعشر من شهر يوليو وعن النتائج الخاصة بالتوجيهي فسيتم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية وسوف نتعرف معا خلال هذا المقال عن التفاصيل الخاصة بالاعلان عن النتائج وخطوات الاستعلام اعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الاردن رابط التوجيهي وذلك حتى يستطيع اي طالب وطالبة ان يستعلم عن نتائج التوجيهي الفان واثنان وعشر الاردن من خلال الاسم ورقم الجلوس حتى يتم توفير الوقت والجهد على الطلاب وسوف يتم الاعلان عن نتائج الثانوية التأهيلية في دولة الاردن خلال الايام القليلة القادمة ويعتبر الطالب ناجح اذا حصل على خمسون في المئة ويمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي الفان واثنان وعشر من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي طريقة معرفة نتائج التوجيهي الفان واثنان والعشرين الاردن رابط نتائج التوجيهي الاردن الفان واثنان والعشرين اولا يتم التفقود المباشر وذلك على رابط توجيهي دور جو ثانيا نقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص ثالثا الضغط على عرض النتائج لتظهر النتائج تاريخ الاعلان عن نتائج التوجيهي الفان واثنان والعشرين سيتم الاعلان عن نتائج التوجيهي الفان واثنان والعشرين حسب ما اشارت المصادر في واحد والعشرين يوليو الفان واثنان والعشرين وتكون متاحة للجميع في الموعد الرسمي خلال محتمى الصحابة يتوجه الطالب الى رابط المواقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الاردنية بصورة مباشرة وبعد ذلك يقوم الطالب بكتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص لهم يقوم باختيار القسم الذي ينتمي اليه سواء كان قسم ادبي او قسم علمي ثم يضغط على عرض النتائج سوف يتم معرض النتائج بصورة مباشرة بعد كل هذه الخطوات اصدرت وزارة التربية والتعليم في الاردن رابط نتائج التوجيهي الاردن الفان واثنان وعشر وذلك حتى يستطيع اي طالب ان يقوم بالاستعلام عن النتائج الخاصة به بكل سهولة بدون ان يذهب الى اي مكان ويعتبر هذا الرابط من اهم الروابط المتصدرة مصادر البحث في هذه الفترة ومن الجدير بالذكر ان هناك اجتماع يدور اليوم الاحدى الموافق الرابع عشر من اغسطس الفان واثنان وعشر داخل وزارة التربية والتعليم الاردنية لبحث خطط وسبل الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهي التكملي الفان واثنان وعشر ترجمة نانسي قنقر